السلام عليكم أخوتي المحسونين أنا بغيتكم تشوفوا في بعينيكم وتحنوا بقلوبكم أنا الزوجة دي العبد العديم عبد العديم لك العليم البارد قصور كلاوي أنا ك العليم الزابعة يقولي أنا بغي يشوفوا ولداتي قبل بلموت كم شاهد أي وحد كالطلبوك يقولي ياخد لي الدواوادي كلك يبغي ياخد ليك كلك يبغي يعطيك عشرة دلائم كلها ليش قصبوا الله ولكن كلك يبغي يبيع وشري فيك يبغي يعرض لجسد ديالك هل هات السيد تعيشرت معها وولد الناس ودري درويس مخدام موالوا قالوا بدموتك مش نطلب الناس الشيخة والأب ديال والمريض هادوا مرض سوكاري بسيكلوك مش يخدم معاه في السوق وكان بيعو غير القليا وشيفوين يداتي بس كان بس كان خلصوا في حركة ضو وكان تعاونوا هذه المعيشة ديالنا الحنا كان جاد لأننا نديروا ليكل ونزرعوا عليه ولو كان بيدنا ما نخليوش يدعب علىك بما كيمشي السبيطار كيجي كيجي أنا وكيبقى يبكي كيقلس معانا شوي يرا ضاحك باخير وعلا خير شوي يملكي نوض كيبغي يدخل البيتوين على السيد واختي طرح لنا كيمشي غايبوبا بملكي مشو عند دكتور دياله بش يشوفو هادا ويقول لنا ما عنده تشي حاجة ما كان تشي حاجة ما كان تشي حاجة ما كان يعطينيش طبيب ديالو تكن قولي أنا دكتور وش خاصو تحاليل وش خاصو هادا ويقول لي بلاتا أنا نكتب لك تحاليل بجديري لي تحاليل ليس يقولون أن يخصوا الدم أو هذا يعني في حاله نافئ أنه إنسان رأي عنده سويا أو ما كانش في حالها ما ديروش في باله وقال أنا أخوتي المحسنين بغيتكم توقفوا معايا وتعاونوني أنا بغيت أن تبرع لي بكلوة ولكن قالوا لي يا راكي ميبكي شلقت والدي إلي عطيتي كلوة وهو قالي أنا بغيت تشوفوا ليداتي بينك أعفق بأخوتي المحسنين لك تشوفوا فيها شوفوا في بعينيكم وحنوا بقلوبكم أنا راني أخذكم على عمر 25 عام بغيت أنا شوفوا ليداتي بغيت أنا وليداتي كبروا معايا بغيت شوف راجلي اللي بقى معيه للدواب بغيت شوف راجلي شوفوا اليوم واللغة دالت بكل ناس وكرقول وشي صباح ولمي صباح فيما كالناس عارفي المعاشرة الزوجية كالناس وكندور وكرقلبه وكرقول لي عبد العديم عبد العديم تقي يقول لي يا لاب بعض المرات بكي نادينيش كيدخوا لغيبوا بقيم كانت صدمت كانوا لغوة كانوا ناري ناري صفر عشاني هذي بشي ببقى تعدي حياة في الدنيا أعفق بأخوتي أنا بغيتكم تعاونوا معي بغيتكم توقفوا معي أنا راني بحالي بحالكم راني إنساني بحالي بحالكم أنا كان شوفوا حسنيني ووقفوا معي وتعاونوا معي بغيت هاتي السيد وشوفوا ليداتي في الحياة ما بغيتش أنا حتى هاي بشي يا سيداند الله هي الأعمار في يدي الله عادي يقولوا أنا ورا ولدات مرتو أنا بغيت ندير ولداتي محدو في الحياة يشوفهم يكبروا قدام عيني أنا أخوتي يالله يجازيكم بيخال لما وقفوا معي وعاونوني أنا ليطبسوا جريت وعايد أي وعد كم شاعدوا إما يبغاني يمصلاحوا كي بغوا الجسد ديالي كي بغوا نجالي بشتعونوا معي ووقفوا معي والله يجازيكم بيخال أخوتي والنمرة ديال نرى القواشات تعاونوا معي أخوتي الله يجازيكم بيخال حنوفيا وتعاونوا معي تزرعوا لي كلوا الله يجازيكم بيخال أنا لو كانوا هو قسمة فيي لو كانوا أبغى لنعطي كلوا بشي موشكينا أنا سابح في الولاد المهم يبقى نشوفه قدامي يبقى نشوف راجلي قدامي أنا أخيف ركال هركابي المهم هزوب هزوب سناني المهم يبقى لي في الحياة أنا أبغيت راجلي يبقى دال يومي يرقي يتألم يومي يقى يبقي ولا عصابي ولا درجة يتعصبي يضربني وفلناخرتي يرجعتي يقولي يا سبحي لي أنا أم عصب أنا المرض اللي قاسبني السلام عليكم معاكم عبد العظيم من الدينة أزمور كان عاني بمرض ديالي زى مدد تلسنين دابا عاني بزاف كان مشي للكلينيك الجديدة ودابا خاصني واحد العاملين الله يزيزكم في خير دل مرض زجع الكلي نهار اللي أولاد المرض جاني بسخانة وجاني بتوكل توكلت ووحد السيد اللي كان مفامينا ودابا ووريت كنسواني في الحط اللي تتحصص سيمانا كان يخلصي المحسين تتحصني وقت النهار اللي كان مدد مادمين لانتوقعت من الخدمة من العمال ودقاس لجوله وذلك وقد تنشطت مدد تجني لديم السكورية والملح والتي تفع المدفعة لدينا مدفعة المحسيني بشكل من رسول إيضاء مدفعة البيتاء يجب أن يتأتي لدينا مدفعة مدفعة لا يزال بعض البيتاء الرسولة لدينا في تحاجة وليس كذلك كيف تكونوا بشكل مستوى؟ نحن سأقوم بالعمل للتجمعيات بمعرفة تحلل جمعيات ومجدون الهواء ونطرح بشكل مستوى واحد جمعيات تحصل على ملاعبات يجب أحد كثير مليات أحياناً كما تشبه المحامل هو المحامل فهذا فقط صفترة محمد خامس لا يمكننا التحليل ولا يمكننا التحليل